طب نيوز دلوقتي في السوشيال ميديا والخبر العاجل اللي مطروح في الوسط الرياضي محادثات الفار بين محمد عادل ومحمد سلامة ميدو والقصة اللي بتشغل بال كل الرأي العام وقلت قبل كده اللي في الكورة واللي ما نشفه الكورة احنا هنا على مدار يومين ثلاثة في برنامج الترند كان لنا خط واضح من البداية عايزين نوصل للحقيقة هدفنا نعرف مين الصح ومين الغلط هل حكم كان عنده قناعات وراح صفر بالمخالفة لقناعاته ولا حكم الفاركا الليدور تاني ولا اللجنة كانت ليها اسلوب معين في معالجة هذا الامر او خلافات ما بين افراد المنظومة وصلت المشهد التحكيمي للي احنا شايفينه دلوقتي احنا عايزين نوصل للحقيقة واحنا هنا من دي وان في برنامج الترند طلبنا واكدنا على ضرورة وجود خبير اجنبي لادارة ملف التحكيم في مصر وده مش معناه ان الناس اللي كانت قبل كده ليهم خبرات كبيرة في ملف التحكيم مش هتكون قادرة على ادارة الملف لا كانت قادرة على ادارة الملف في فترة من الفترات ولكن الفترة الحرجة اللي احنا فيها اللي احنا شايفينه دلوقتي على الساحة لا محتاج عنصر اجنبي بس عنصر اجنبي محاضر بجد يجي يدير ومع مجموعة من الخبراء الاجانب يشتغلوا معاه مسؤول تقنية فار مسؤول يشتغل على المساعدين ويكون معهم حد من الحكام الدوليين السابقين اللي مشهد لهم بالنزاهة والكفاءة والشفافية يكون موجود عضو لجنة كمسؤول اداري او فني يتعلم من الموجودين عشان يكون حلقة الوصل ومرشد لهم ايجابي مع العناصر اللي بتشتغل في التحكيم ده كان دورنا في برنامج التريند ولما عملنا فقرة الفار كان ده الهدف بتاعنا ولكن اللي حصل الفترة الاخيرة ان ده اللي بيدل على حاجة من الاتنين يا اما فعلا حكم كان ليه قناعات ولما رح سمع رؤية او تدخل الفار فضل متمسك بقناعاته وراح صفر عكس قناعاته ده واحد اتنين ان اللي حصل ده كله مش هو الحقي طب عشان نعرف اللي حصل ده نتناقش ازاي نتناقش باول حاجة نخط مبدأ احنا طلبنا ان المحادسة او من قال ان فيه محادسة وان فيه تسريب وحصل يعلن وينشر عشان الشفافية وعلى مدار يومين طلبتك ده الى ان نشر الزميل الصحفي احمد عبد الباصد بالامس تأكيدا لما قاله قبل كده واحنا هنا كنا بنطالب يا اما اللجنة او الاتحاد كورة يعلن موقفه من اللي قاله محمد عادل في جلسة الاستماع يا اما الزميل الصحفي احمد عبد الباصد ينشر اللي بيأكد كلامه فهو مبارح نشر اللي أكد كلامه ولكن في نفس الوقت خرج الكابتن محمد عادل ونفى بس مش نفى وبس ده النهاردة تقدم ببلاغ للنقب العام فيما حدث في كل هذه التفاصيل طب احنا دورنا ايه هنا دلوقتي؟ طالما الملف امام جهات التحقيق فلا تعليق